دشنا اتحاد القبائل العربية في شبه دزيرة سيناء مدينة السيسي في رفح بشمال سيناء ويأتي تدشين مدينة السيسي بسيناء في إطار لهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء وتحقيق التنمية الشاملة في دميع أنحاء المحافظة والتي تسعى إلى أن تكون من مدن الديل الرابع من حيث الخدمات الرقمية وتقدم اتحاد القبائل العربية كلهم بإجماعهم يعملوا مدينة نموزجية ويطلقوا عليها مدينة السيسي ده أولا محبة سلطة الرئيس السيسي وحعملوها بالمجهودات الزاتية وحتبقى مدينة نموزجية بل وهم كمان أول ناس حيكونوا من سكان مدينة السيسي أسر الشهداء على مستوى الجمهورية اليوم النهاردة يوم عيد عند أهالي سيناء يوم تاريخي يوم يكتب بأحرف من ذهب المدينة هتبقى هذه المدينة هتبقى مدينة عالمية للأجيال القادمة المدينة الهدف منها يعني تنمية الصحراء فعلا سيناء هي على الطريق الصحيح دور أهالي سيناء أن نحن نتدي معركة التنمية وإن شاء الله إحنا منطبح أن نحن نوصل نشوف أهم مشاريع تخدم أهالي سيناء وأن نحن نوظف الشباب اللي زي من سني شباب كثيرة من سني النهاردة كلهم شباب طموح فإحنا منطبح أن نشوف نعمل مشاريع في سيناء ونطور سيناء هي استفيدة منها استفادة عالية خالص لأن دي أول الاستقرار والحمد لله يعني بسم الله مشاريع حيات حلوة وبناء وتعمير وحتى تبقى أنشاءات والناس تشتغل وتبقى مية مية إن شاء الله إتحاد قبال سيناء إتحاد جديد والإتحاد فعال إتحاد قائم على كل ما يخص الدولة المصرية من أمن وأستقرار وتنمية في وسط سيناء وفي شمال سيناء وفي جنوب سيناء فإحنا دلوقتي بنبدأ في صرح جديد في سيناء ونأمل أن هذه المدينة مدينة سيسي التي بدأت في إنشاءها حاليا أنها تبقى عاصمة لوسط سيناء